عاجل الآن أقوى تهديد إيراني مباشر للسعودية بشأن هدنة اليمن وأحداث عربية تفاصيل عاجلة للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وجهت جمهورية إيران الإسلامية يومنا هذا تهديدا جديدا ومباشرا للسعودية يتزامن ذلك مع تطورات قد تعصف بالمنطقة من جديد وحذر قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي السعودية تام سلوكها في المنطقة مطاربا إياها بالسيطرة على إعلامها والوسائل الممولة منها واتهم سلامي الرياض بالوقوف وراء الاحتجاجات في بلاده وتحريض المتظاهرين على العنف والتصعيد وتزامن التصريحات سلامي مع انطلاق أقوى التدريبات العسكرية للحرس الثوري في منطقة أذربيجان وأردبيل وأشار سلامي إلى أن المناورة رسالة صداقة وأخوة لجيرانهم وتأتي هذه التطورات مع تصعود مؤشرات عودة توترات في المنطقة مع استفحال أزمة تمريد الهدن في اليمن ومحاولة واشنطن الدفع نحو تصعيد جديد بغية استنزاف السعودية في حرب جديدة ترجمة نانسي قنقر